موسيقى عزيزي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من عيادة العيون النهاردة سنتحدث عن موضوع المهم لدعوة بإعجاز ربنا في خلقه في العيون والبشر لما بيطوعوا العلم في خدمة الإنسانية هنكلم نهاردة عن زرع أو ترقيع القرنية والحياة لتنين متراضفات من ضمن النجاحات البشرية في العلم وفي العلوم اللي بنعملها إن احنا قدرنا بقدرات كبيرة نزرع قلب للمريد يعني محتاج زرع قلب أو نزرع فص من الكبد أو جزء من الرئة أو كلا جزء من الكلا والحقيقة في ظل ذراعة كل هذه الأعضاء القرنية أو القشرة الخارجية لسطح العين هي نسيج ومش عضو وده احنا شلنا شبهة المشاكل اللي بتحصل على ذراعة الأعضاء منها الموت الجزعي أو غير الموت الجزعي أو القلب بينبود أو لا ينبود فأصبح نحن ناخد هذه القشرة الخارجية الشفافة اللي ملهاش دم جاي لها وبعد وقت من الوفاء تصل إلى 8 ساعات و10 ساعات و12 ساعة وناخد هذا الجزء هنا طبعا ما فيش شبهة بقى المريض متوفى ولا لا معناش هذا الشبهة خالص ناخد هذا النسيج الأمامي من سطح العين ونروح نزرعه في عين شخص أو طفل أو كهل أو شاب عنده مشكلة رؤية فظيعة وما يقدرش يتحرك وما يقدرش يروح وييجي وهذا الشخص أو الكهل أو الشاب بعد هو بيعمل كده يعيد تاني الإبصار ويرجع يشوف تاني ويرجع يختلط بتانية تاني فدي معجزة الحقيقة يعني بكل المقاييس ومن ضمن الحاجات المميزة في عملية زراعة القرانية أو ترقيع القرانية في الهين إن احنا ما بنديش أدوية مثبتة للمناعة معظم الأنسجة الأخرى أو معظم الأجهزة الأخرى اللي بتزرع في جسم الإنسان الإنسان بيمشي كتير على مواد مثبتة للمناعة بتقلل المناعة بتاعته عشان الجسم بتاعه ما يهجمش الجسم الغريب أو القلب الغريب أو الكلة الغريبة أو الرئة الغريبة اللي تزرعت في جسمه والغاية ما يحصل نوع من التأقلم والتآلف وقد تمشي الأدوية دي لايف تايم طول عمره في زراعة القرانية عشان برضو هذا النسيج الحساس الغادي الثمين الذي يعيد الإبصار فيه جموع مرضى محتاجة لهذا النسيج ما بنعملش أدوية تثبت المناعة وبتبقى نسبة نجاحات عالية جدا لو احنا اخترنا العينة الكويسة من المرضى اللي تتقبل هذه الزراعة دي رقم واحد ورقم اثنين نحن عندنا بدائل وعندنا حديث في هذا المجال وعندها تكنولوجي دخلت دلوقتي في هذا المجال الفيمتوليزر دخل فيه ترقيق القرانية القرانية الصناعية الدائمة حلت مشاكل رفض الرؤى المتكرر وده ساعدنا كتير جدا على تخطي العقابات في الناس اللي هم عندهم نسبة مخاطر عالية ورزق عالي ان هم يزرعوا القرانية لو جينا قولنا في الاول يعني ايه قرانية والحقيقة يعني برضو لاحظة ما يتأمل كده ربنا دايما خلق في الحاجات المتقابلة حاجات ثابتة وحاجات متحركة يعني مثلا الجفن السفلي ثابت منسوك من هنا ومن هنا والجفن العلوي متحرك تحرك عليه ويؤدي وظيفة مهمة قلناها قبل كده الفك العلوي ثابت والفك السفلي متحرك بيقف اليفتح وكذلك عندنا عدستين في العين عدسة الامامية قوية قوتها ثابتة تسمى بالقرانية وده عدسة بتيجي في مقدمة العين هي دي دي القرانية هذه العدسة الشفافة علية التحدد وعالية القوة وظيفتها أن هي تجيب الأشعة السقطة من مالة نهاية من بايد قوي على مركز الإبصار في الشبكية وما بيحصل كده وما بيحصل كده بنقدر نشوف النجوم والسماوات والجبال وكل حاجة من أكتر من 6 متر من غير ما نبدل أي مجهود نبدل أي مجهود فيه أو نطلع أي طاقة والحقيقة ده من برضو جمال ربنا سبحانه وتعالى فإنه هو أما نتدبر في الكون ونتدبر في السماوات وفي الأرض إحنا فعلا ما بنمش أي مجهود ما بناخدش كالوري واحدة في هذا التدبر وهذا النظر في الخليقة والتأمل في ملكوت الله وما بتعبش خلص يعني نشوف الحكمة عاملة إزاي فربنا حلق القرانية دي لها قوة والقوة دي وظيفتها تجميع الأشعة الضوء الساقطة بعد 6 متر على مركز الإبصار في الشبكية وما ده بيحصل فقط بنشوف الصورة بوضوح شديد جدا 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 وصفاء شديد جدا جدا طبعا الشرط هنا أنها تكون سليمة معناش قصر نظر قرانية مش قوية أو قرانية مش ضعيفة هنتكلم على الجامع العام من البشر هذه النسيج في مقدمة العين والواحد لو فكر كده يقول يا ربي طيب إزاي هو شفاف وإزاي هو يوازي يعني الماسة أو الماسة عالية النقاء من غير أي فلو فيه من غير أي حاجة موجودة فيه تعالوا نشوف قرانية مع بعض كده في الفيديو الجاي ده يعني إيه القرانية ووظفتها إيه لأن ده في حاجة في منتهى الأهمية إن احنا نعرف دنيا ماشية إزاي هذه مقدمة العين النسيج الأمامي اللي هو الشفاف اللي احنا عادة ما بنشوفوش وظفته تجميع الأشعة والصورة الساقطة على مركز الإبصار في الشبكية وده الجزء فقط العدسة الأمامية من غير العدسة الداخلية العدسة الداخلية متحركة ومفيدة في الإراية ودي لها وظيفة أخرى مش هتكلم عليها النهاردة فالقرانية العدسة الأمامية هي اللي بتجمع الصورة على مركز الإبصار في الشبكية إذن ده الشغل المهم للقرانية والشغل الممتع القرانية لو شافوا كتب المكتوبة فيه نقاء وصفاء القرانية قرانية دي عبارة عن طبقات كتيرة وراء بعضها طيب إزاي يبقى نسيج شفاف ونسيج حي وإزاي يعدي الضوء يسمح بأن الضوء يعدي من خلاله سبحان الله القرانية دي في نسيجها الأساسي مكونة من كولاجين من ألياف عصبية ألياف من الكولاجين هذه الألياف مرصوصة بانتظام في نسيج القرانية بحيث المسافة بين الفايبر والفايبر تسمح تعدي بموجة ضوئية تخيلوا يعني حاجة فعلا فيها إعجاز هذه الموجة الضوئية اللي بتعدي تجمع 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 وتجمع وتكون الصورة يعني فعلا وفيش أوروء رايحالها وفيش أوعية دموية رايحالها لأن لو في حاجة بهذا المجال رايحالها يبقى إحنا عندنا مشكلة إن إحنا خنفقد الشفافية وده اللي بيحصل في بعض الحالات البراضية إن إحنا بنفقد الشفافية وفي التالي بنفقد النظر طب هو إيه اللي بيغدد الشبكة القرانية بتعمل تقولي دلوقتي ده نسيج شفاف ده نسيج عالي الجودة مفيش حاجة في نقاها حتى الماسات اللي هي عالية الجودة ما فيش حاجة في النقاء ده طب هي بجالها غزة منين سبحان الله طبقة الدموع في منتهى الأهمية وعشان كده الناس اللي تشتكي دايما من أينها مدايقاها ومحمرة وآخر النهار بتيجي مش قادرة تستمر أنا بقول دايما يا جماعة احنا عايزين اللي هو بداء للدموع القطرات المرطبة ليه لأن الجفاف يؤدي إلى عتامة القرانية وطبقة الدموع بتحمي بتحافظ على أن سطح القرانية الخلايا السطحية الخلايا السطحية مسكة نفسها وبتحمي من أي ميكروب يخش جوه القرانية تعالوا نشوف كده طبقة الدموع بتعمل ايه في صفاء وفي شفافية القرانية هنا العين من قدام هنا عندنا الغدد الدمعية الرئيسية الغدد دمعية الرئيسية اللي يفوقع اليمين وعندنا غدد دمعية متصلة كتير جدا جدا على سطح العين بتعمل طبقة عالية الشفافية لزقة في سطح القرانية هي مكوانحية من ثلاث طبقات طبقة دهون وطبقة مخاطية وطبقة من الماء بتسمح بالأكسوجين أن هو يعدي ويدوب في هذه طبقة دمعية عشان يقدر يغزي سطح القرانية ومن غير كده من غير كده يحصل عتمات في القرانية فتأكدوا أن اللمعة بتاعت العين اللي بنشوفها كده واحد عينه بتلمع أن دي حاجة صحية وحاجة كويسة لأن أكسوجين ساعتها يدوب في هذه طبقة الدموع ويغذي سطح القرانية وده دور طبقة الدموع السطحية ودور مهم جدا 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 في المحافظة على القرانية فبالتالي الجفاف من أعداءنا ليه؟ لأن الجفاف يعني إحنا تخيل مثلا أن يحصل الجفاف في الجلد الواحد إنما جلده بيأشف مش بيتشقق وما بيتشقق الميكروبات ممكن تخش دوها وتعمل لنا التهابات وتعمل لنا خرديق وتعمل لنا مشاكل نفس القصة بالنسبة القرانية لو سطح الدموع لو طبقة السطحية أن الدموع دي تتنشف فده بيعرض الخلايا السطحية القرانية أن هي تتعرض للهواء مباشرة وتنشف وتسقط الخلايا السطحية يحصل قرح أو تقرحات في القرانية هذه التقرحات تظهر بدري الواحدة ما يصحى الصبح في بعض الأحيان عينه تبقى حمراء ومش قادر يفتح عينه لأن الأعصاب اتظهرت للدوق نتيجة سقوط الخلايا السطحية ومش قادر يستمر في المجهود يقعد في السرير ويغمض عينه عشر دقايق تتكون تانيا خلايا السطحية تغطي الأعصاب ويقدر يفتح عينه يستمر في المجهود من المفيد أن قبل ما ينام يحط نقطة جل مرتب وأول ما نصحى يغسل عينه برضو بقطرات مرتبة والحيان يا جماعة القطرات المرتبة دي غسيل العين من الأهمية بمكان أننا ما نعدش القطرات ما نقولش يا جماعة اه أنا ماشي بالقطرة أنا نحطها ثلاث مرات أنا نحطها أربع مرات أنا بعد أسبوع زهقت هو إحنا بنظه إن إحنا نخسره الشنا إيش معنى يعني 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 إيه الفرق يعني الفرق كبير جدا إن إحنا لعين نحتاجة إحنا لواحد ما غسلش وشه يوم مثلا مش حيحصر حاجة كبيرة جنب إن عينه ما تترطبش بالدموع يوم ما نستحمدش ساعة ما نستحمدش ذلك بالمرة فبالتالي المنظومة كلها متكاملة لخدمة الإبصار وخدمة البصر عشان نقدر نتأمل ويبقى عندنا بصيرة كمان ويتأمل في بعد كده طيب لو الطبقة الدمعية خفت وحصل نوع من الجفاف والدنيا ما بقيتش كويسة تعالوا نشوف بقى بعض يحصل إيه لو حصل قرحة في قرانية دولة قرانية تخدشت لو أساءنا استخدام العدسات اللسقة وأصبح الموضوع فيه إهمال شديد وإحنا نستخدم العدسات اللسقة لما بيحصل هذا الخدش في القرانية ده يدعو الميكروبات الموجودة على سطح العين أنها تتغلغل وتخزو هذا اللي ما فيهوش أوعدة موية بس مكون من بروتينات ومكون من ألياف وكولاجين وحاجات كتير وما يحصل كده يحصل التهاب وصديد وخراج في القرانية يؤدي ذلك إلى حدوث عتامة كاملة خدوا بالكم أن فقدان اللمع بتاع القرانية ده من دواعي حدوث الجفاف والالتهابات والمشاكل بنقدر نفحص القرح بين الجهاز المصباح الشقي بنحط صبغة على سطح العين وسطح العين نحط عليه الصبغة بيظهر لون القرحة واللون المنطقة اللي ما فيهاش هذه الخلايا البلون مخضر شوية كده ونقدر نرسم القرحة هل هي قرحة شجرية نتيجة التهاب فيروسية هل هي قرحة خطية نتيجة إصابة معينة هل هي قرحة صديدية نتيجة الميكروبات نوع الميكروبات اللي داخل بياخذوا وده يساوي فقدان في الإبصار الواحد اللي عنده قرحة في القرانية نظره بيضعف بيعنده حساسية شديدة للضوء يقعد فيه جوه فيه ضوء أو فيه هوى أو فيه تراب عينه تفضل تدمع تدمع وما يقدرش يفتح عينه طول الوقت وعنده ألم والألم بيجي نتيجة انكشاف العصاب اللي موجودة في القرانية فبالتالي هذي الأعراض المهمة عشان كده دايماً بنسأل الناس عندها لابس عدسات لصقة بنقول لهم أو بننصحهم نقول لهم يا جماعة لو عينك حمرت لو عينك واجعتك فيه ألم أو لقيت نظرك اختلف أو بتدمع كتير شيل عدسات لصقة يا أخي ماينفعش تستمر بيها ليه؟ لأن أنت اللي خدتيها من عند الكوافير عشان تروح تحضر الفرح صحبتك صحبتك وانت اللي خدتها من عند الصيدالي اللي هو مش مصرح له بيها على الصلاة اللصقة عشان تروح للمناسبة دي ولا تعمل كذا ها؟ وما قالكش هذه النصائح وما دكش المقاس المناسب سينتهي بك الأمر إلى فقدان الإبصار ويمكن كمان فقدان العين فأرجوك يا جماعة الإهمال في الحاجات دي يعني إيه؟ مؤلم ومؤذي ويعني تمن وغالي جدا تمن ونحن هنتهي بينا الأمر ونحن نعمل تريقية قرانية عشان نرجع جزء من نظر بكذا ربنا مدهولنا وإحنا مش حاسين به فأخدوا بالكو لأن الحاجات دي يعني روحت قلبه بتواجع كده يا بنوتة تيجي عندها 16 سنة زي الفل زي الفل جميلة ومش نقصة حاجة في الدنيا وراح تستخبت كده عملت لبسة عدسة لسقة يعني حتى ما عملتش جرم كبير جرم في اللي ادهالها جرم في اللي باعها لها وما كانش متحصص وباعها ضد القوانين المصرية رضاعة المفوضنا يتبكون أكثر رضعا وما اللهاش النوعية دي تناسبك المقاس دي نسبك يعني مش هينفع جاكت داي لبس جمهورية مصر العربية كلها ما يفعش فبالتالي العدسة اللي احنا كلنا بنلبسها دي عشان دي يونيفرسل ده كلام فاضي كلام ما فيهوش علم وما فيهوش كده فيه بس تجارة فيه بس رقم بيخش الخزنة المورد أو اللي بيبيع من غير أي أساس طبي ولا حجة علمية يعني يخدوا بالكو من أن التمن غالي جدا جدا حقيقة التمن حيتدفع في الشخص اللي حجيله مشكلة حيبقى غالي جدا 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 وأغلى كتير قوي من كشف الدكتور وأغلى كتير جدا من النظر حقيقة ما فيهوش أغلى منه في الدنيا طيب احنا الوقت يتكلمنا عن قرانية كلمنا على وظيفتها كلمنا على أسباب أن هي شفافة وعلى كده عن أجاز في أن ربنا خلق هذه القرانية بهذه الجودة والنقاء والصفاء وهي في مقدمة العين وعمل إيه عشان نحط طبقة الدموع عشان يحمي النقاء والصفاء ونقدر نشوف ونتأمل وبعندنا بصر وبعندنا بصيرة كمان في مال النهاية طيب لو إمتى بيحصل عتمات في القرانية دايماً بحب أخذ الأسباب بالتسلسل كده أسباب الخلقية والحقيقة ليه بيحصل عتمات في القرانية بصوا إحنا على عد ما إحنا متشابهين الاختلاف رحمة ليه؟ لأن الاختلاف ده بيخلينا ننظر في عظمة ربنا طيب لو الواحد بياكل طول الوقت ومبيجيروش ساعات عسر هضم أو قرحة في المعدة أو مشكلة هل ححس بمعنى الأكل؟ خلص لكن أما بنحس بفقدان الشيء ها؟ بنعرف قد إيه قيمة اللي عندنا وده نوع من التدبر على فكرة الجنب طبعاً هو بيخلق العلم وبيخلق العلمة ودكاترة الشاطرين والناس النبيها اللي بتتعامل مع المشكلة فده نوع من الاختلاف رحمة لأنه ده نوع من التدبر في الخلق ونوع من السعي والإلزام لنا كعلمة إن إحنا نمشي في خط إن إحنا إزاي نعمل عشان نصلح ونعكس هذا الداء بأمر ربنا برضو وكل حاجة بإذن الله الأسباب الخلقية فيه ناس بيتولدوا في بعض الأحيان يحصل التهاب أثناء الثلاث شهور الأولى للحمل عند الأم اتعرضت ليه إشعاع اتعرضت ليه التهاب جالها دور برد وشوية رشح خفيف كده ما خدتش بالها قوي مكتش تعرف أنها حامل أدى ذلك إلى عيوب خلقية منها تيجي في العينين ودي مشكلة كبيرة ومنها تيجي في عين واحدة من بعض التكونات أو الترصبات اللي مش موجودة مش مفروض تبقى قدام القرنية وحصلت نهاية بقت قدام القرنية تعالوا شوف مع بعض كده الصور اللي جاية كده بعض العيوب الخلقية التي تؤدي إلى فقدان الإبصار هنا البيبي الجميل ده عنده في عين واحدة هذه التجمعات الدهنية الدهون دي مش مفروض تكون هنا خالص الدهون دي مفروض تكون في مقاماكن تانية ولكن اللي حصل أن هي ظهرت في هذا المكان فأدت إلى عتامة القرنية يجب أن نتعامل معها ونصلحها عشان نظر يبقى يرجع تاني في هذا المجال في بنوتة صغيرة برضو عندها عنيها لتنين متصابة يريد برضو نشوف صورتها دي مولودة الصلبة الصلبة اللي هي البيض كسى على العين كسى على العين فبالتالي أصبح فيه نوع من العتامات اللي بتيجي في ناحية واحدة العتامات اللي بتيجي في ناحية العتامات اللي ما بتيجي في ناحية واحدة بنبقى مش قلقنين أوي زي العتامات اللي بتيجي ناحية عتامات اللي بيجي ناحية ده في الأطفال بنقدر نسلد الطفل الغت ما يكبر شوية ومتنين نهتم أن احنا نرجع البصر في العين دي ليه؟ لأن زرع القرانية زي ما حنقول بعد شوية في الأطفال ليه مشاكل كتيرة جدا وليه نسبة رفض عالية جدا ويوجد بدائل العتمات اللي بتيجي في القرانيتين زي هذه البنوتة الجميلة الحقيقة لازم نتدخل وتدخل عادة عند سن سنتين لغاية أربع سنين ليه؟ لأن البنوتة الجميلة دي فقدر إبصار تماما فبالتالي أن احنا لابد نحنا نقدر نحاول نصلح لها بكل وسائل الممكنة نتخيلوش البنت دي لما نرجعها بصرها هتبتدي حياتها من أول وجديد يعني إيه؟ الواحد حياة في الطب كده بيجي يكتشف حاجات أو يعني يكتشف انهم ما كانش واخد باله قوي من بعض المسميات والمصطلحات وهو ماشي يعني إيه؟ عندنا ترم اسمه فيجيول أجنوزيا يعني إيه؟ يعني شوف الحاجة ونبقاش فهم إيه دي البنت دي لما نيجي نكشف نظرها تاني ونرجع لها عن نظر تاني هتشوف هتبقى بصة على الألوان وعلى الأشخاص بس مش تبقى فهمة والأمة هتاخد مجهود كبير جدا لأن المفروض يحصل أنها عمرها صفر هتبقى يحصل أنها عمرها أربع سنين عشان تبتدي ترجع تاني تشفى بإذن الله وده اللي هنتكلم فيه أكتر بعد الفاصل ابقوا معنا نتكلم نهاردة عن عتمات القرنية زرع القرنية ترقية القرنية الحديث في هذا المجال اللي شوفنا قبل الفاصل أنه ممكن يكون عندنا من أسباب العتمات القرنية فقدان الإبصار في القرنية الأسباب الخلقية هل في حاجة أخرى؟ ممكن طبعا لبس العدسات اللاسقة الإهمال في لبس العدسات اللاسقة دي حاجة في منتهى الخطورة وأما بيحصل كده بنفقد فعلا الإبصار في القرنية تعالوا شوف الصورة اللي جاية دي دي صورة رقم خمسة دي نوع من التآكل أو العتمة في القرنية اللي بتحصل فيه الكبار السن فوق سن الخمسة واربعين وده موجود في مصر عندنا الخط الأبيض اللي فوق ده نتيجة تراكومة وإصابة بميكروبات وإحنا في مرحلة قبل كده والعتامة دي فقد الإبصار بظبط كأن فيه شيش أو فيه ستارة مقفولة على العين الصورة اللي بعدها جاية نتيجة قرحة مركزية للأسف هنا قرنية في معظمها شفاف قادرين يشوف القزحية أو النني الطبق البني اللي موجودة وراء القرنية في معظمها ولكن عند منطقة البقب أو مركز القرنية فيه أبيض الأبيض ده عم يجي الضوء أو صورة تعدي داخل القرنية ما تعديش فبالتالي نفقد الإبصار نتيجة هذه الاعتامة المركزية معظم الاعتامات اللي بتيجي مركزية هنا وبتيجي نتيجة هنا سوء استخدام العصات اللاسقة نتيجة جروح حصلت واحد ماسك بيطلع واسك ورقة راح تخد شاف النص وعملت وأهمل في العلاج بعض الالتهابات اللي بتيجي في المركز بعض التآكل الفقرانية اللي بيجي في المركز كذلك يؤدي إلى هذه الاعتامات بهذا المنصر ده سبب تاني لاعتامات القرنية طب هل ممكن نفقد الإبصار نتيجة عدم انتظام سطح القرنية وده يستوجب نحن نعمل ترقيع أه ممكن ازاي؟ في عندنا حاجة اسمع القرنية المخروطية وهذه القرنية المخروطية عبارة عن ضعف في مادة الكولاجين اللي بتمسك القرنية مع بعضها كده القرنية جماعة جزء من كرة سطح القرنية جزء من كرة وهذا الجزء من الكرة مهم جدا 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 فيه انتظام سطحه ان يجيب الأشعة زي ما قلنا على مركز الإبصار فيه الشبكية بوضوح تام وشفافية ودقة مطلقة لكن لو جيه الأنسجة ضعفت وحصل ان القرنية بقت عاملة زي الأمة بدل ما هي جزء من كرة بقت عليها بوز كده تمام؟ وسطحها غير منتظم فتيجي الأشعة سقطة عما تيجي تتكون ما تتكونش وتيجي الصورة بدل ما تبقى صورة عدلة تبقى صورة مشوهة ونشوف أجزاء وما نشوفش أجزاء ونبقد تدريجيا الإبصار خطورة القرنية المخروطية ان لما بتحصل القرنية المخروطية بيحصل ده في سنة صغير من أول 18-18 سنة وبيبقى ان ده النوع المتزايد بشدة وده النوع اللي محتاجين نعمله تثبيت للقرنية لأن احنا لو أهملناه حينتهي بنا الأمر في زرع القرنية تعالوا نشوفوا في الصورتين الجايين دول ايه بيحصل في بروز القرنية وده الحقيقة من العلامات اللي منشخص بيها القرنية المخروطية المتقدمة شايفين هنا الجفن عامل ايه؟ الجفن عامل زي مسلس مجدود ليه؟ لأن القرنية الورا عاملة زي الأمة فبالتالي لما العين يبص لتحت نشخص على طول لأنه عنده قرنية مخروطية في مرحلة متقدمة هذا المريض الآخر الحقيقة عنده بروز شديد في القرنية نتيجة ضعف الأنسجة وهذا الضعف في الأنسجة أدى إلى بروز في القرنية وعدم انتظام في سطح القرنية لو ممكن نشوف الصورة رقم 8 لو سمحت ايوة لما نيجي نصور هنا شايفين القرنية السطح اللي عليه نعكاس الفلاش بتاع الكاميرا دي أدى إيه بازلس لقدام وأدى إيه المريض ده نظره ضعيف ومش قادر شوف كويس فعلا الراجل ده فعلا فقد جزء كبير جدا جدا من أبصاره نتيجة القرنية بقت نسيج متمدد ونسيج غير منتظم وفقدت الجزء الكروي بتاعها والكمباكتنس أنها مسكة نفسها في هذا الشكل وفي هذا المجال طيب دي أسباب عتمات أو عدم انتظام أو فقدان الرؤية نتيجة مشاكل القرنية في أسباب أخرى طبعا أفي الإصابات يعني إيه الإصابات؟ يعني الواحد جيه ورح حصل إصابة في القرنية وأهمل هذه الإصابة افتكروا الأعراض الأعراض في منتهى الأهمية احمرار في العين ألم في العين دموع شديدة وضعف في الإبصار أي حد عنده الأربعة دول لو هو لابس عصر راسق يقلعها لو هو فتح عينه ويقفل عينه ودلوقتي يحط عليها غيار نظيف ودلوقتي يروح للدكتور الآن مش كمان ساعة ليه؟ لأن احنا لما بنلحق ده في مراحل بدري بنقدر نعالج بدري ونحافظ على الشفافات القرنية فده دي العلامات المهمة اللي لازم نبقى عارفينها لو احنا حنراجع تاني القرنية المخروطية بتعمل ايه؟ وزاي بنصلح ده في المراحل المتقدمة نشوف الفيديو رقم تسع معنا ده فيه كتير من الحاجة اللي رغم الوضوح القرنية مش مفقدتش وضوحها أو شفافيتها يحصل عتامة شايفين؟ هذا التمدد في القرنية يؤدي إلى عدم انتظام في الرؤية ليه؟ لأن فقدنا السطح الكرة ويبتاع القرنية فبالتالي الصورة ما بتيجي تدخل تدخل الصورة مشوهة ومنحرفة وغير منتظمة وبالتالي يحصل فقدان تدريجي للرؤية لو فقدان التدريجي للرؤية ده لو فقدان التدريجي للرؤية ده بقى من السن الصغير الشخص مش هيعرف الشخص مش هيعرف الفرق من الصورة الواضحة والصورة المفهودة تدريجياً لو ابتدى في سن الكبير قد يلاحظ الشخص ان هو مش قادر الصبورة مش قادر مش قادر يكمل شغله وبالتالي يبتدي يشتكي يبتدي الأم تيجي في الأطفال السن الصغير وده الحياة سن خطر دايماً المدرسة تشتكي في الفصل ان الولد بيقرب قوي بيقرب الصورة قوي مش قادر يشوف العصبورة ما بيجي ينقل من العصبورة بينقل السوق الكلام فيه أخطاء كتيرة وبيتأخر دراسياً وقت لاي الأم دايماً احذره دايماً من دايماً عامل كده دايماً نقابل أينه عشان يشوف ده عنده مشاكل كتيرة تؤدي إلى في الآخر إلى أنه هو فقد هذا الإبصار ودي علامة مهمة أن احنا لازم ناخد ابننا دلوقتي نروح نفحص عند الطبيب المعالج المتخصص أو الرجل الكبير الفقد الإبصار نتيجة العتامة وكل اللي احنا استعرضنا ده طيب لما بنروح للدكتور بيعمل إيه الدكتور وده حاجة في المنتهى برضو الأهمية ان احنا بعرفين طبعاً الدكتور من الدكتور العيون المتخصص بيقص النظر يقولوا والله هل أنت شايف ولا لأ ولازم العين دي يكون فيها شامر إبصار يعني تخيالوا في الحاجات اللي وردتها لكو دي أن الواحد على الأقل لازم يكون شايف مترين تلاتة قدامه غير لو الاعتامة شديدة قوي وتقيلة قوي والقرانية معتمة تماماً أقل حاجة بنقابلها خيال إيد لازم يبقى فيه صورس إضاءة وحرك خيال إيدي قدام العيان يقول لي ولا يا دكتور إيدك تتحرك ويعرف يحد اتجاه الحركة فين أفقية أو رأسية أما يجي نور نور في اتجاهات مختلفة يقول لي آه النور جاي من على اليمين جاي من فوق جاي من تحت جاي من على الشمال وده يساوي أن الشبكية سليمة وأن العصب بيودي الضوء للمخ فالعين دي سليمة مع ده الشيش التقيل أو الحصيرة التقيلة اللي قبلة مقدمة العين وعملة عتامة فيها القرانية فبالتالي لما بنعمل كده يساوي أن احنا نجحنا أو قدرنا أن احنا نتطمن على سلامة باقي العين مش بس كده لو أنا العتامة تقيلة بالمرة أننا مش قادر شوف التفاصيل بنطلب اختبارات للمريد أقابسطها الموجات الصوتية أو الأشعة تلفزيونية ودي طبعا كل استهاتي عرفينها كل استهاتي الحوامل عملوا أشعة تلفزيونية على البطن عشان نشوفوا البيبي جوه احنا كمان عندنا أشعة تلفزيونية بمجس مخصوص كده بروب مخصوص بنعملها عشان نتطمن على الجزء الخلف من العين هل الأنسجة تشريحيا في مكانها هل الراجل ده أو السيدة دي أو الطفل ده أو الكهل ده عنده مياه بيضة بنقدر نعرف من الصنار هل العصب البصري متماسك ولا متأكل نتيجة ترتفاع ضغط العين بنقيس ضغط العين وفي حالات اللي هي فيها قرانية مخروطية بندرس القرانية المخروطية بنحن نعمل تضاريس القرانية وسمك القرانية كل الفحوصات دي متاحة وبتتعامل على طول هي مش محتاجة استعدادات مخصوصة المريض بتتعامل على طول وبناخد على طول القرارات وإحنا قاعدين لأن القرارات قد تختلف من إن إحنا نقوله والله إحنا هنحافظ إحنا هنعمل نضارة إحنا هنعمل عدسة رسقة صلبة عشان تقدر تشوف أحسن إحنا لا هنعمل في بعض الحالات تثبيت لمنع التضاهر المرض لا إحنا وصلنا لدرجة إن إحنا لازم نعمل حاجة اسمها ترقيع قرانية لأن لازم نغير لك هذا على هذه القرانية ونعيد لك ندي لك واحدة تانية من المتبرع متوفي عشان تقدر نعيد لك الإبصار تاني في أي مرحلة عمرية وفي أي سن وفي أي ظروف وقد نعمل مع العملات دي عميات أخرى معقدة كده عشان نقدر نرجع الإبصار. هنقف هنا عند ترقيع قرانية. أولاً إحنا كدكاترة عيون مجتهدين خرجنا بفتوى واضحة من الأظهر الشريف الحقيقة اللي هو المرجعية لنا كلنا بإن القرانية دي نسيج مش عضو. وزي ما قلت لكم في أول حلقة إن القرانية دي نسيج شفاف. مش محتاجة غذى لما الشخص يتوفى بتفضل حية أنسجتها حية لأنها لا تعتمد على الدم اللي جايلها ما فيهاش دم تعتمد على الأكسوجين اللي في الهوى على الأكسوجين اللي في الخزانة الأمامية في الجزء الخلفي ملايين واحتياجاتها كمان الأكسوجين قليلة جدا. أنا كمان مش عايزة أنا حستحمل ست ساعات تمان ساعات عشر ساعات اتناشا ساعة لغاية ما ابتدى تحلل مع بقية الأعضاء. فده بيدينا ريحية. بيدينا براح إن احنا نحصل على القرانية من المتبرع المتوفي. والاتنين مهمين. متبرع مهم ومتوفي مهم. متوفي دي خلصت خلاص لأنه فيش حد يعيش تمان ساعات بعد ما قلبه وقف نهائيا فما عندناش مشاكل الأعضاء الأخرى اللي هي إن شاء الله تتحل وتخلص مشاكل زراعة الأعضاء. متبرع. أنا حعف عند كلمة متبرع. الحقيقة عشان يكون فيه متبرع لازم يكون فيه مطلقي. مصر فيها بنكين للعيون أو تلت بنوك للعيون. واحد مفاعل واتنين غير مفاعلين. الحقيقة لازم يعني دايما نتكلم مع زمالنا في بنوك العيون إن احنا لازم ننشر ثقافة التبرح. لأن أنا حيبعتبت دي تماما تماما صدقة جارية. وبنك العيون في الجامعة في جامعة قاهرة بيدونا كروت صغيرة كده حطينها في المحفظة بتاعتنا إن في حالة الوفاة أنا متبرع بقرانيتي ومتبرع بكل حاجة تانية. وحيانا سعيد بدا. مش حيهميني جدا إن احنا يعني شواء الفضلين هم اللي ايه اللي يروحوا بعد كده في أي حتة دا سنفتكر دا بيها. فبالتالي أنا بعتبر دا صدقة جارية. إن أنا فيما يخصني يعني. إن أنا متبرع بالقرانيات وغيرها لخدمة شخص فقط الإبصار. تمام؟ فالموضوع دا كان عامل أزمة كبيرة في مصر. الحمد لله تحل على مستوى القانوني والمستوى التشريحي ومستوى الشرعي كمان. ومعن ديناش مشكلة في أخذ القرانية دي من يطلب له الصفة التشريحية بعد وفاته تماما. والحقيقة أنا بشجع الناس كلها إن هي تفكر في كده. إن أنا الحقيقة الواحد في الآخر جسمه مش بتاعه ويعني في الآخر يعني إحنا أوصياء على هذا الجسد بيه اللي دههنا ربنا وربنا دهنا كتير. وبعد الوفاة يعني أنا أعتقد إن إحنا يعني من الصداقات الجارية ومن الحاجة المستمرة في حياتنا إن إحنا نوهب أعضاءنا لمن يستفيد منها وتعيد نظره تاني وتخيله فيه فارق كبير جدا بين العامة وبين الإبصار في السنين والمجالات المختلفة. وده الحقيقة جزء أنا حد بكلم فيه كده لأن نفسي كده نعمل زي الهند. يبقى عندهم ثقافة التبرع واسعة وما يبقاش فيه مشاكل كتير إن إحنا نمى حتى بنشير القرانية من عين المريض المتوفي بيتحطي بلاستيكة مكانها بتحتفظ بشكل العين. يعني إحنا ما بنشويه الشرعين وما بنشيل الشرعين كلها. وده حاجة برضو مهم جدا جدا نستعرفها إن إحنا في هذه الأحوال نحافظ على وجه المريض زي ما هو. في الآخر وجه المتوفي يعني أفواً زي ما هو من غير أي تشوهات. وده حاجة برضو فيه منتهى الأهمية إحنا دايما نتكلم عن موضوع وننشر الوعي باستمرار في هذا المجال. طيب. لو إحنا نتكلم بقى الفيديو رقم عشرة على زرع القرانية. إزاي بنعمل زراعة القرانية. وده حاجة فيه منتهى الأهمية برضو. إن إحنا نبقى عارفين إن إحنا بنشيل نسيج المريض ونعوضه بنسيج شفاف. وبناخد غرز أقل من حجم الشعراية عشان تثبيت القرانية المتبرع المتوفي لقرانية الأين. هنا عندنا عتامة على القرانية. هذه العتامة أدت إلى فقدان الإبصار. إحنا هنا في قطة العمليات. بنيجي نعمل دايرة. نشيل هذه الدايرة المعتمة. لو العيان معها مياه بيضة بنعمل مياه بيضة بالمرة. ونزرع القرانية. نحط القرانية الشفافة ونخيط الأين. هنطلع فاصل سوئير ونتواصل كلامنا عن زراعة القرانية. ابقوا معنا. نتكلم النهاردة عن ترقيق القرانية أو زراعة القرانية. وفي هذا الجزء من الحلقة هنكلم على شفنا يعني إيه نغير القرانية ونغير النسيج ونحط نسيج شفاف من متبرع المتوفي. طب إيه جديد؟ دلوقتي متعزمة عدتوكو دايما نحن نتكلم على الجديد. زمان والغاية دلوقتي الحقيقة بناخد الأطهر اللي بنعمله في القرانية ده بناخده بالمشرة الجراحي. مشرة مدور كده بمقاسات مختلفة. بناخده من القرانية المتبرع وبنعمل حفرة صغيرة في قرانية اللي هو المتلقي. وبنحط ديف دي وبنضي خياتها بخيط صغير جدا ورقيق جدا أصغر من الشعرية. طيب. لو أنا تطورنا. لو تفتكروا احنا اتكلمنا عن الفنتو ليزر. والفنتو ليزر ده عبارة عن فقاعات من الهواء بتبخر الأنسجة على مستوى ضعيف جدا صغير جدا 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 جدا. وتجمع هذه فقاعات الهواء عشان تعمل لي أنا عايزه. وهذا المشرة الجراحي. عالي الجودة. عالي الدقة. أشكله زي ما أنا عايز. وأقدر حتى أعمل زرع القرانية كإني بحط الساعة في الإطار بتاعها. الإزاز بتاع الساعة. الباغة بتاع الساعة بتحط حط. فبقى الجرح شكله معين عامل زي الفي. والمطلقي عامل زي مضاد الفي. فبالتالي نقدر نحط عاشق مع شوء كده. والتقام الجرحي بأفضل وتحسن الدنيا تبقى أحسن كتير. تعالوا نشوف الفيديو رقم ستة. إزاي نستخدم التكنولوجي والتطور والحداثة في إننا نزرع القرانية. هنا بنعمل دوكينج. هنا بنعمل البابلز بتاعت الهواء اللي هي تساوي المشرة الجراحي الدقيق. وأقدر أشكل الجرح هنا زي ما نعايز. هنا بنشكله في شكل دايرة بنشكله بطريقة معينة كده فيه العين المتبرع اللي هي اللي فاتت. ودي عين المتلقي. هذا الشخص هنعمل الجرح عكس الجرح اللي عملناه في المتبرع. عشان تبقى عاشق مع شوء. تدخل لحاجة تفتئن كده بمنتهى السلاسة واليسر. الحقيقة التكنولوجيا دي متوفرة في مصر من سنين حديثة من سنين قريبة. وابتدى يبقى استخدامها على نطاق واسع برغم التكلفة اللي هي تعتبر رسها علي. هنا بنيجي بنقرب بس الفتحات من بعضها كده. مفيش مشارة ولا حاجة بتستخدم. وبنقدر نشيل الجزء المعتم من القرانية ونحط مكانه جزء شفاف. ده بيروح على طول كأنه بالضبط البدلة اللي مقاسها بالضبط على العيان ونخيط غرز بسيطة جدا عشان يدوبك نسند هذه القرانية في مكانها ونقدر نشوف نقدر عيان يلتأم جرحه بسرعة جدا يقدر يريكافر بسرعة جدا يقدر يشوف بسرعة جدا ونقدر نشيل الغرز بعد شهور قليلة من الجراحة. يبقى أول تطور أول تطور في الموضوع إن احنا انتقلنا من المشروط الجراحي للفيم توليزر. وده تطور فيه غاية الأهمية. وده الحقيقة نقلات حضارية. أنا معتبر الفيم توليزر ده نقلة حضارية إن أنا فعلا ده اللي أنا عايز أعمله للمريض بتاعي وده اللي أنا عايز أديه المريض بتاعي وده اللي حيقدر يساعدنا كتير كتير إن احنا نتخطى وقت التآم الجرح ونتخطى إن العيان يشوف بعد شويتين تلاتة مش يشوف تاني يوم وتالت يوم بهذا الوضوح وهذا النقاء وهذا الصفا طيب بعد تريع القرانية إيه اللي ممكن يحصل؟ ممكن يحصل حاجات كتير خدوا بالكم إن إحنا لدينا جرح داير في سطح العين فالجفن طالع نازل عليه مهما كانت درجة الفيتنج إن والملأمة للقرانية المزروعة في سطح العين فإحنا ممكن يحصل شوية مشاكل منها إيه؟ منها طبعا الإحساس بالجرح وهو بالتائم لأن تكون محمرة شوية تدمع شوية الخلايا السطحية بتاع قرانية المزروعة جسمنا بيعوضها فبيحصل نوع من الإريتيشن كده إن الواحد مش مبسوط كده في أول أسبوع عشر تيام بعد العملية بعد الإحمرار بعد التدميع مقبول تحسن تدريجي في النظر وإحنا داخل العملية بنزبط غرازنا عشان نقلل خالص الأستجماتيزم اللي بيمكن يتكون طيب هل ممكن المرض الأصلي في بعض الحالات يرجع تاني في القرانية؟ أه ممكن بعد سنين قليلة إن بعض الناس التي تصاب به حاجة اسمها الديستروفيز أو تغيرات أو فقدان عتامة القرانية نتيجة أثباب وراثية تظهر في العمر المتأخر ممكن هذه الديستروفيز ترجع تاني في القرانية المزروعة وبنعمل احتاطات كتير قوي عشان ما يحصلش كده ممكن القرانية المخرطية ترجع تاني؟ ممكن بس ده بيخده سنين طويلة جدا وبتدي نسيق القرانية نفسه يضعف نتيجة الإستداد الجيني القوي ويحصل هذه المشكلة مرة أخرى بنعمل إيه؟ بنعمل بحسب كل حالة على حده زرع أعضاء وما بناخدش حاجات للمناعة هل وارد أن القرانية تترفض؟ وارد جدا يعني إيه؟ يعني هل جسمي ممكن يهاجم القرانية المزروعة؟ آه ممكن يهاجم القرانية المزروعة إزاي؟ بيحصل في بعض الأحيان أن الجسم يتعرف على نسيج المزروعة بالذات لو الحالات أشد من اللي أنا شفتها ورينها لكم النهاردة في الأوعية الدموية راحة نتيجة وجود قرحة لما بيحصل قرح صديدية في القرانية العروق بتاع الجسم بتخشها على القرانية والقرانية بتفقد شفافيتها فما بتخش العروق على القرانية العروق دي مرتبطة بالجهاز المناعي بتاع الجسم لما نيجي نشيل القرانية مريضة ونحط قرانية متبرع فتبتدي العروق تتعرف على القرانية الغريبة وتبتدي الجسم يهاجم هذه القرانية الغريبة في التالي بعد زرع القرانية وده مش مرتبط وقت يكثر في أول سنة ولكن ويقل تدريجيا لكن ما وصلش 0% في الخمسين سنة اللي بعد زرع القرانية إن لو حصل ثلاث حاجات نقولهم المريض في منتهى الأهمية جينا النهاردة دلوقتي ما يجيش بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة إيه هما الحاجات اللي تحصل؟ نمرة واحد إن يحصل فقدان في الإبصار أنا كنت شايف وصاحي النهاردة الصبح عيني حمرة وبتوجعني وفقدت الإبصار دي الرفض بيحصل مرة في عمر المريض على الأقل نلحقه في 90% أو 95% لو الشخص المعمول له زرع القرانية راح للطبيب أول ما يشعر بحاجة من الثلاث أعراض دول اللي هم عادة بيجوا مع بعض نظر يبتدى يضعف يعني هيبتدى تقلمني والحمار يبتدى يزيد بعد ما كنت رايق وزير فل تمام؟ يتحرك المريض النهاردة يروح الطبيب لأن ده هنروح حاجزينه مدين له أدوية في الوريد مدين الأطارات وحنقدر نسيطر على فقدان القرانية وفقدان الإبصار حد تاني يسألني يقول لها دكتور قرانية زرعتها من واحد عنده 50 سنة تعيش معي قد إيه لو أنت حفظت على استخدام الأطارات ومعيدك تعيش معك 100 سنة معقولة دكتور آه معقولة لأن الخلايا بتعود بعضها والأنسجة الحية تسند الأنسجة المزروعة وتجعلها حية تعد من أول وجديد عمرنا كله هل بيحصل فشل بعد شوية ممكن يحصل فشل بعد سنين طويلة جدا 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 لو لقدر الله القرانية من الأول مواصفتها مكادش ملأمة أو مكادش كويسة أوي للشخص المزروع طب لو حصل القرانية فشلت أو ترفضت نعمل إيه بنقيم الموقف في هذه الحالة هل الرفض أو الفشل ناتج عن ضعف في الأنسجة ولا هجوم الجسم على القرانية هل أنت هاي رسك أن نحن نزرع لقرانية تانية لأن في دراسة عملت أن نسبة الفشل في القرانية التانية والتالتة بتوصل لـ 100% بس واحدة بعد 12 شهر واحدة بعد 6 شهور يبقى أصبح في الأطفال وفي الناس الهاي رسك لازم نلاقي مخرج تاني في 2010 آخر 2010 ديسمبر تحديداً بالتعاون مع جامعة هارفورد دخلنا مصر حاجة أسمع القرانية الصناعية الدائمة والحقيقة القرانية الصناعية الدائمة ده باب فتح باب كبير مقفول عندنا الطفل اللي زرع قرانية مرتين وثلاثة وفشلت وده نسبة عالية جداً الناس الكبار اللي عندهم عتمات وعندهم نسبة رفض عالية جداً جداً للقرانية الشخص اللي عمل عنده عين واحدة فقط لغير وما نقدرش وعنده رسك عالي إن يحصل رفض لو عملنا زراعة قرانية وهو عنده قرانية معتمة وما نقدرش نغامر بعملية عمليات كتير نزراع لقرانية بشري تفشل فنروح جايين زراعين قرانية صناعية عشان تنجح يبقى إحنا عرضناك لعمليات متعددة الشخص اللي عنده عين واحدة وعمل عملية جسم زجاجي وحط زيت سيليكون في عينه وزيت السيليكون ده أدى إلى فساد القرانية بتاعته وعتامة القرانية بتاعته والعملية مش مستحملة إن احنا نعمله قرانية بشرية وبعد كده نعمله قرانية صناعية طب إيه قرانية صناعية دي؟ الواحد لو فكر كده إن فعلاً من إعجاز ربنا اللي برضو إحنا مشوخدين بالنا منه عندنا الجسم الصلب اللي مسك في نسيق طري عندنا حكتين في الجسم في سطح الجسم بهذا المنظر إيه هما؟ الأضافر صلبة مسكة في طرية ومسكة نفسها والأسنين حاجة صلبة مسكة فيه ساكة طرية حواليها ومسكة نفسها والحقيقة لو شفنا إزاي ربنا عمل ده نقول سبحان الله دول مس الواحد تأمل في أضافره نقول سبحان الله لإن إحنا عشان نعمل حاجة مشابهة لده تعيبنا جداً 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 سنين طويلة جداً 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 ولسه بنحسن ومتجود فيه اللي إحنا بنعمله هنا ظهرت فكرة القرانية الصناعية الدائمة الحقيقة الكلام ده حصل في هارفرد فيه الحقيقة راجل عالم كده جميل اشتغل من سنين طويلة جداً في هذا المجال وابتدأ يطور ويطلع أجيال من القرانية الصناعية القرانية الصناعية الدائمة عبارة عن عدسة ليها ثلاث مكونات وبتتربط أو بتتخش تكليب أون زي الزرار بتاع البلتو كده ما يجي يروح قافش كده على قرانية بشرية وهذه القرانية البشرية بنحطها بالعدسة بالقرانية الصناعية الجواها على عين العين مش عارف الفيديو رقم 12 موجود لا مش عارف حنواري الفيديو رقم 12 لكن موضوع مستاهل نعمل حلقة كاملة على القرانية الصناعية الدائمة فأصبح هذا الجزء راكب على جزء بشري جزء الصناعية راكب على جزء بشري لو الجزء البشر يترفض القرانية الصناعية ما ترفضش وده يعني جمال القرانية الصناعية الدائمة بنعملها في مصر لعدد كبير من المرضى وبنرجع الإبصار الأطفال فوق سياتين كبار اللي عندهم رفض في القرانية وعندهم مشاكل وعندهم نسب إعادة رفض اللي احنا عملنا قرانية بشرية تانية خدوا بالكم الشطرة مش نعمل ست قرانيات بشرية الشطرة نعمل مرة ولو ما نفعتش أدي العيان البديل الآخر الأكثر نجاحا والأكثر فعلا حلقة النهاردة كلمنا عن زرع قرانية عرفنا عن إيه قرانية عرفنا يعني إيه عتمات قرانية عرفنا يعني إيه أن احنا ناخد قرانية متبرع متوفي شجعنا التبرع بالقرانيات واستخدامها الحياة لمرضانة عشان نحيي البصر تاني في طفل صغير أو في كهل كبير أو في شاب مقبل على الحياة عرفنا الحديث في زراعة القرانية عرفنا الفيمتو زراعة القرانية الفيمتو ريزر في زراعة قرانية عامل إزاي وعرفنا كمان مشاكل الرفض المتكرر أن ما القرانية تترفض ما القرانية تترفض وتترفض مرة واثنين فيش ده نروح لست مرات يعني ده مش فيش أي فخر لا لأن احنا نروح ندور على البديل الحديث والبديل الفعال والبديل الكويس والجيد في أن احنا ناخد القرانية الصناعية الدائمة وده الحقيقة حل قوي وحل جميل في أن احنا نويد الإبصار لجمهة مرضانة تمنى الحقيقة الحالة تكون إن شاء الله وصلت وعجبتكم وعرفتوا إيه الجديد في هذا الموضوع وإلى اللقاء في حلقات أخرى والسلام عليكم وحطبه بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة